موسيقى أهلا وسهلا بحضراتكم مرء أكرا عزيزي المشاهدين خلونا نروح لأخبار من أخبار البيت الكبير السيدة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة يلتقي باتحاد كرة القدم ورابطة الأندية والمتحدة لبحث تطوير اللعبة بحثت دكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة مع أستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأستاذ خيال الدرندلي نائم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية والمهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية بعض الموضوعات الخاصة بتطوير منظومة كرة القدم المصرية وخاصة ما يتعلق منها بالمنافسات المحلية وكذلك خطط المنتخب الوطني الأول وبرامج الرعاية وحقوق البث وكافة المتطلبات المالية الخاصة بالأجهزة الفنية والإدارية للاتحاد المصري للكرة القدم تناول الاجتماع بحث كافة التفاصيل والحلول الخاصة بتطوير المنظومة خلال الفترة المقبلة حيث وجه دكتور أشرف صبحي بضرورة التنسيق المستمر بين الاتحاد ورابطة الأندية المحترفة والشركات الوطنية الرعاية للاتحاد لتقديم حلول عاجلة وتنفيذية تضمن كافة حقوق البث الخاصة بالأندية المصرية وكذلك ضمان الوفاء بكافة المتطلبات الخاصة بالأجهزة الفنية والخبراء الفنيين لجميع المنتخبات المصرية وبحثا لاجتماع الأليات الخاصة بتحقيق الأهداف الخاصة بالمشروعات المتعلقة بكرة القدم المصرية وفي مقدمتها مشروع ضمان المشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2026 وكذلك تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ودورة الألعاب الأولمبية 2024 وكذلك مناقشة المتطلبات الخاصة بتشغيل المشروع الهدف كأحد أهم أدوات تطوير منظومة كرة القدم وتشغيله في ضوء من الشراكة التي تضمن الاستفادة القصوى من إمكانات وبنية الرياضة المتميزة كما وجه وزير الشباب والرياضة بضرورة وضع خطة محكمة تضمن الربط المالي ما بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة لتحقيق أقصى استفادة من عوائد منظومة كرة القدم وذلك تحت المظلة الرقابية لوزارة الشباب والرياضة وكافة الأجهزة المعنية بالدولة غرابة مديرا إداريا لمنتخب مصر طبعا كان هناك في الأول اتفاق على عدم وجود مدير للمنتخب الأول أو مدير للمنتخب الأولمبي وبالتالي أستاذ غرابة سيكون مديرا إداريا لمنتخب مصر ومنتخب 2006 بيخود ميرانو الأول بالجزائر استعدادا للسعودية في بطولة كأس العرب ترجمة نانسي قنقر